اهلا بكم الى العالم هذا المساء انا رشق انديل هذه العنوين ديمستورا يلتقي مساعدة وزير الخارجية الايراني غدا في مسعى لحشد دعم اقليمي لخطته لتسوية الصراع السوري ما الذي يجب حدوثه كي تتحول خطة ديمستورا من مجرد ورق إلى واقع عشر 2015 شهر عشر 2015 اعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية في مصر نسأل عما اذا كانت احزاب مصر وساحتها السياسية باتت مهيئة الانتخابات طال انتظارها الحكومة الجزائرية تتعهد بوضع حلول جادة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتقلل من خطورتها على مستقبل البلاد الجزائر الآن تعيش وضع منتأزل لذا فعلى الجزائر ايجاد حلول هل تنجح الحكومة الجزائرية في وضع الخطة المناسبة التي تجنبها مزيدا من الغضب في الشارع بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية اهلا بكم بحثا عن اي جديد يتواصل الحديث في عواصم اقليمية ودولية عدة حول الخطة التي تقدم بها المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان ديمستورا وحصدت موافقة مجلس الامن بالاجماع لكن تحقيق اي اختراق او تطور يبدو الى الان امرا شديدا صعوبة في ظل التخفض الذي ابدته اطراف الصراع السورية على الخطة وعدم وجود مؤشرات واضحة على استعداد الاطراف الاقليمية والدولية الفاعلة للتراجع عن مواقفها حتى ولو بقدر بسيط على الرغم من ذلك محاولات ديمستورا مستمرة والحلقة الاحدث منها في بيروت التي تستضيف الاثنين لقاء يجمع المبعوث الاممية بمساعد وزير الخارجية الايراني ما الذي يجب حدوثه كي تتحول خطة ديمستورا من مجرد ورق الى واقع وكيف يتابع لعبون اقليميون مثل السعودية ذلك الانفتاح الدولي المتصاعد على اشد داعمي الرئيس السوري لا تزال خطة المبعوث الاممي الى سوريا استفان ديمستورا تثير جدلا وناشطا محموما منذ الاعلان عنها نهاية الشهر الماضي ففي اسطنبول بدأ الاتلاف الوطني السوري المعارض اجتماعات طارئة على مدى ثلاثة ايام لمناقشة الخطة والرد عليها ومن ابرز ملاحظات الاتلاف على الخطة انها تمنح النظام مزيدا من الوقت لمواصلة عمليات القتل بحق المدنيين وتفتقر الى اليات واضحة للتنفيذ وتتجاوز الاقرار بالتمثيل الشرعي لقوى الثورة والمعارضة السورية وقالت الهيئة السياسية للاتلاف ان اجابات فريق ديمستورا على اسئلة الاتلاف بشأن الخطة الجديدة التي قدمها خلال اجتماع الجانبين في وقت سابق هذا الشهر لم تكن كافية للتبديد هواجسه اما في موسكو فقد توصلت المشاورات الروسية الامريكية بشأن الصراع السوري وسبل مكافحة الارهاب وسط تباين رؤى الجانبين ففي حين قالت الخارجية الروسية عقب اللقاء نائب وزير خارجيتها ميخايل بوغدانوف مع المبعوث الامريكي الخاص الى سوريا مايكل راتني ان المباحثات ركزت على جهود تسوية الازمة السورية في اقرب وقت سياسيا وديبلوماسيا اضافة الى سبل مكافحة الارهاب قالت الخارجية الامريكية ان واشنطن اصرت على ان الرئيس بشار الاسد فقد شرعيته بالكامل وان رحيله يشكل جزءا من الانتقال السياسي في سوريا وتقترح خطة ديمستورا تشكيل اربع مجموعات هي السلامة والحماية مكافحة الارهاب القضايا السياسية والقانونية واعادة الاعمار ومن المفترض ان تنطلق الخطة في الاسبوع الثاني من الشهر المقبل ولن يكون لملف اولوية على ملف اخر كما لن يكون هناك جدول زمني محدد لنهايتها التي ربما تمتد الى شهرين او ثلاثة بحسب ديمستورا كان مجلس الامن قد تبنى بالاجماع وللمرة الاولى في السابع عشر من الشهر الجاري هذه الخطة ويرى بعض المحللين ان موافقة موسكو وواشنطن على الخطة يعد مؤشرا على قرب التوصل الى تسوية للصراع السوري الذي دخل عامه الخامس الا ان هذا الامر لا يعكس بالضرورة تقاربا في وجهات النظر حول اساس الازمة وتحديدا مصير الرئيس بشار الاسد وهو ما يثير شكوكا بشأن فرص نجاح هذه الخطة حازم الخولي بي بي سي ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من جنيف السيد نبي حسامي الكاتب الصحفي المختص بشؤون الأمم المتحدة أهلا وسهلا من اسطنبول السيد سامير نشار عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض رئيس الأمانة العامة لإعلان ديمشق أهلا وسهلا بك ننتظر أن ينضم إلينا ضيف من الرياض خلال دقائق لكن سؤالي الأول على أي اتحال هو للسيد سامير نشار سيد سامير بعد التحية مما تتخوفون تحديدا من هذه المبادرة قلتم إنها لم تأتي بجديد لكن هل هذا كافي لإعلان تخوفكم منها لا ما هو تخوف نحن عم ننظر لأنه هي طبخة مسمومة يقدم السيد ديمستورا لقوى المعارضة والثورة بحيث يغير بوصلة هدف جنيف نهائيا جنيف نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة هذا يعني أن بشار الأسد لم يعود له أي دور مجموعات العمل التي تتحدث عنها مبادرة ديمستورا تقول أن هناك بند للشؤون القانونية والسياسية هي هالمجموعة العمل تبحث وتناقش كيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي أي أنها أصبحت عنوان فرعي لعنوان فرعي آخر وبالتالي هذا انحراف كبير عن جنيف الذي نحن نتمسك به بيان جنيف الذي حدد أن غاية لأي حل سياسي هي عملية انتقال سياسي تشكل بموجبها حيئة حكم انتقالية تقود عملية الانتقال بصلاحيات تنفيذية كاملة معنى ذلك أن بشار الأسد ليس له أي دور هذا أولا أما ثانيا التساؤل كبير مجموعة العمل لإعادة الأعمار هل المعارضة والنظام السوري والمجتمع المدني هم الجهة الصالحة حاليا للتفكير في إعادة أعمار سوريا هذه التساؤلات نبدأ بها حوارنا مع الأستاذ نبي حسامي أستاذ نبي مفترض أن جنيف واحد ارتكزت على الشكل الذي يمكن من خلاله الانتقال للسلطة في سوريا لكنها من واقع وجهة نظر المعارضة وعلى أساسها المعارضة وافقت آنذاك كانت صلاحيات كاملة وهذا يعني لهذا الجهاز تجريد الأسد من كل صلاحياته هناك انحراف شديد من وجهة نظر المعارضة عن جنيف واحد أصلا أولا نحيي مشاهدي بي بي سي وضيوفكم الكرام أهلا وسهلا واقع الأمر أن خطة ديمستورا كما قال الأخ سمير وأنا أؤيده تماما هي عملية التفاف على الحل السياسي الحقيقي وهو تشكيل هيئة انتقالية يحاول ديمستورا منذ أكثر من سلاس شهور بعد اجتماعات ماراتونية طويلة في جنيف التقى بأكثر من مئتي شخصية ثم فيما بعد ذلك ذهب ميدانيا إلى دمشق وإلى عواصم أخرى وهو يلتقي غدا مع معامل وزير الخارجي الإيراني لإرضاء إيران لدخولها إلى خط التسوية لكن في واقع الأمر أن خطتها عقبتها الكأداء الكبيرة هي موضوع الحل السياسي وتشكيل حكومة انتقالية نافذة وفعالة طيب اسمحي أنا توقف بس مع خضرتك عند النقطة التي أنت طرحتها إذا افترضنا أنه بعد أربع سنوات ونيف من الاقتتال ومن الصراع ومن محاولات خلع الأسد من أطراف عدة والفشل إزاء ذلك هل يمكن الاعتبار أن مبادرة ديمستورا الجديدة هي نتيجة يأس ربما أو أن ذلك هو الحل الوحيد العملي من وجهة نظره أو من وجهة نظر الأمم المتحدة نعم هذه المشكلة العظيمة هي التي كانت العقبة الكبيرة أمام مرجعيات جونيف 2 والناس تعلقوا جميعا أن جونيف 2 كان فشلها هو قلب المعادلة بين أولوية بحث الإرهاب أو ووضوع الحكومة الانتقالية ذات النفوذ فنحن أمام المعادلة نفسها التي لم تحل بعد لأن بشار جعفري مدوب سوريا في الأمم المتحدة قال نحن سندرس هذه الإجراءات أو هذه المبادرة الجديدة التي دعا إليها ديمستورا وسنرد قريبا عليها طبعا أنا أعتقد أن النظام في سوريا رغم أنه يتحفز على بعض النقاط في خطة ديمستورا لكنه قد يهرع مرة أخرى إلى جونيف باعتبار أنه يعتقد أن محاربة الإرهاب هو أولوية كبرى قبل الحل السياسي الحقيقي قبل أن تترق إلى بنود المبادرة خاصة التي تفضلت مع حضراتكم وطرقتمها أريد أولا أن أرحب بضايشي من الرياض الكاتب والإعلامي الأستاذ عقل البهلي أستاذ عقل أهلا وسهلا بك خلينا بصراحة نتحدث عن دور الدول التي دعمت المعارضة السورية التي أعلنت أنها صديقة للثورة السورية منذ البداية من بينها طبعا على رأسها دول خليج والسعودية تحديدا بعد أربعة سنوات أو أربع سنوات ونصف تقريبا هل هناك من بديل لدى هذه الدول إلا أن تبدأ من هذه الأرضية تبدأ بمناقشة هذه المبادرة خاصة وإنها اكتسبت الشرعية الدولية بموفقة مجلس الأمن عليها بالإجماع يعني دول الخليج بالتأكيد كانت الدائمة الأول للحراك السوري والثورة السورية والشعب السوري ولا يزال الموقف كما هو لكن دول الخليج لا تستطيع أن تغير المعادلات الدولية أنا أعتقد أن المرحلة الحالية هي مرحلة نتذكر نحن حينما قال الرئيس الأمريكي أنه يعني مشاكل الشرق الأوسط هي أشواك وعلى أصحاب المنطقة اقتلاع أشواكهم بأيديهم أنا أعتقد أن موضوع دمستورة ما هو إلا يعني مرحلة تضيع وقت وترك مشاكل المنطقة والصراع في المنطقة لأنه لو كانوا يعني الغرب حتى مجلس الأمن هم عادة مجلس الأمن لا يعني أي قرار من مجلس الأمن لا يمكن أن يكون له فعالية ما لم يقف الغرب تحديدا والولايات المتحدة تحديدا معه وبالتالي يعني القرارات الآن إذا كانت في مصلحة إذا كانت ستؤدي إلى مصالح منجزات للولايات المتحدة والغرب فالمشروع يمشي ويعني يجبرون الأطراف اللي في المنطقة على الأنصية عنه لكن إذا كانوا استطاعوا أن يجبروها أستاذ عقل إذا كانوا استطاعوا أن يجبروها كانوا أجبروها إذا أرادوا أصلا لأن هناك تهمات من المعارضة للمجتمع الدولي على رأس الولايات المتحدة باللعب وفقا لمصالحه والتقاعص عن دعم الثورة السورية بشكل عملي وبالتالي مرة أخرى على أرض الواقع بغض النظر عن التمنيات هل تستطيع الجهات التي تسمي نفسها أصدقاء للثورة السورية أن تغير المعطيات لأن المعطيات واضحة أنها أصبحت أمر واقع أنا أعتقد أن المعطيات الواقعية هي موقف المقاتلين السوريين على الأرض يعني الآن هناك ضجيج إعلامي في الوقت الذي كنا نتوقع أن يكون هناك انسحابا إيرانيا أو على الأقل مناورة إيرانية مع الروس لإيجاد حل يضمن مصالح كل القوى في سوريا لكنه بدون الرئيس السوري اليوم نكتشف شيء مثير في ظل مبادرة ديمستورا بأن من يفاوض باسم سوريا في إسطنبول هم الإيرانيين مع أحرار الشام يعني هذا شيء مثير وملفت بمعنى هذا يعني من يقول في المنطقة بأن الإيرانيين أو اتفاق النووي له ملاحق سرية وكل القضايا طرحت فيه هذا الآن يرون رؤية العين بأن إيران أصبحت هي من يقود النظام السوري السوري لم يعد إلا جزءا من ممتلكات النظام الإيراني أولو بما أن الأمر أصبح كله على الطاولة بدلا من كان اللاعب تحت الطاولة لأن هذا الأمر ليس بالجديد أستاذ سمير نشار هل من تعقيب؟ طبعا نحن التعقيب بالنسبة أن إيران لا يمكن أن نقبل بها كطرف حتى ضمن مجموعة الاتصال الدولية المقترحة من قبل السيد ديمستورا إلا بعد أن تعترف ببيان جينيف الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي هذا أولا أما كما أيضا في مبادرة ديمستورا تحت البند الذي يتحدث عن مجموعة العمل القانونية والسياسية نحن لن نقبل إلا بإقرار بأن بشار الأسد ليس له أي دور في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا إذا كان السيد ديمستورا يحاول من خلال تشكيل نسب وفد مجموعة معارضة بين تلت للمعارضة وتلت للمجتمع المدني وتلت للنظام السوري وهي تضع كيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي معنى ذلك هناك محاولة لتعويم بشار الأسد وهذا ما نرفضه بالمطلق بشار الأسد بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي لن يكون له أي دور هناك مساعي ربما دولية وربما إقليمية تحاول تعويم بشار الأسد في المرحلة الانتقالية التي غير محددة المدة المرحلة الانتقالية ممكن تكون سنتين وممكن تكون خمس سنوات إلى حين الانتهاء من الحرب ضد الأرهاب هذا يعني الالتفاف على مطالب الثورة السورية هذا الالتفاف على المعارضة هذا يعني أن ديمستورا لم يعد يخترس إلى الجرائم التي يقوم بها بشار الأسد في سوريا والتي تهجر السوريين وتدعلهم يموتون خنقا في شاحنات في أوروبا أو غرقا في البحر الأبيض المتوسط ولا يزال المجتمع الدولي يقف عاجزا وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي أن اتخاذ قرارات بحق هذا المجرم هذا هو سؤال كبير برسم المجتمع الدولي وبرسم ديمستورا ومجلس الأمن هذا هو اتهام المعارضة خاصة لإتلاف للمجتمع الدولي منذ فترة لكن أن يقدم مجلس الأمن على الموافق على هذه المبادرة بالإجماع حتى وإذا افترضتم شبهة المؤامرة أو أنه لم يعد المجتمع الدولي يكترث لما يجري آدميا وإنسانيا للسوريين في الخارج وفي الداخل هذا يعني أنه ده برضو أمر واقع هذا ما نريد التحدث عنه الليلة الآن هناك هذه المبادرة الأطراف التي تقول أنها تدعمها أطراف قوية في المعادلة من يتحدث باسم النظام السوري كما ذكرتم أنتم هو إيران وبالتالي من يتحدث باسم الثورة ومن يتحدث باسم الائتلاف بصراحة لأن تركيا أصبحت الآن عضو شريك في اقتلاف محاربة الإرهاب المزمع في سوريا والعراق بالتالي أنتم مع أنفسكم بصراحة خليني أحكي شغلة بصريحة العبارة تفضل أرجوك السوريين عندما خرجوا بسورتهم كانت كل دول العالم بما فيها الدول الصديقة حاليا هي دول على علاقات جيدة مع النظام السوري والسوريين بدماؤن هنن اللي دفعوا التضحيات وببلدهم هنن دفعوا التضحيات اللي قاموا فيها من أجل السورة ومشان تغيير سياسي في سوريا مجلس الأمن الدولي الكثير له الكثير من القرارات التي لم ينفذها خاصة القرار الأخير الذي يتعلق بالاستخدام الأسلحة الكيماوية للجريمة التي ارتكبها النظام السوري عندما يريد مجلس الأمن أن يطالب المعارضة السورية عليه أولا أن ينفذ قراراته الذي اتخذها هو مجلس الأمن الدولي والتي نصت على بيان جنيف واحد وعلى عملية الانتقال السياسي لا يمكن لمجلس الأمن ولا لأي دولة صديقة أو معادية أن تستطيع أن تفرض خياراتها على الشعب السوري الشعب السوري هو من دفع وضحها مفهوم وهو صاحب الحق نعم أستاذ نبيه في هذا الإطار أعود إلى تفاصيل المبادرة التي حضرتك كنت بدأت مشكورا بمناقشاتها نقطة الخلاف الرئيسية سواء بين موسكو وواشنطن أو بين المعارضة السورية والنظام هي تقنية هيئة الحكم الانتقالي على الأقل من حيث المبدأ هناك خلافات أخرى كثيرة عميقة طيب بس مسألة هيئة الحكم الانتقالي التي ساتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك لكن بضمان استمرارية المؤسسات الحكومية وكأننا ندور في حلقة مفرغة نصف الثاني من البند يلغي النصف الأول صحيح يعني طبعا هي المبادرة التي طرحها ديمستورا هي عربة جديدة داخل مجلس الأمن الدولي بوفاق مرحلة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن هذه الخطة سيجي الحديث عنها كما قال الأخ سمير لفترة طويلة ربما تمتد شهور لإهام الرأي العالم العالمي أن ديمستورا فعلا يسعى إلى حل جزري للمسألة السورية لكن أقول أن النقطة الهامة فيها وهو الموضوع السياسي والدستوري لأن هذه الهيئة الدستورية التي تطالب بها المعارضة الحقيقية هي الهيئة التي يمكن أن يتنصل بها بشار الأسد عن السلطة وأعتقد أن هذه الفرصة له الكبيرة الآن بعد ربع مليون إنسان قتل في سوريا وتهجير ونزوح نعش مليون بين نازح ومهاجر إلى آخرين وهناك مليون جريخ السؤال ماذا بقي في سوريا لنظام الرئيس بشار الأسد حتى لا يقبل بأي تسوية مرضية هو بقي له من وجهة نظره يا أستاذ نبيه أن فريق الأسد يقول أن هذه المبادرة تعني مصير الرئيس يحدده صندوق الاقتراع المعارضة ترى في المسألة إفراغ من محتوى والتفاف على الثورة السورية إلى جانب أن الإصرار على بند أن الهيئة التنفيذية سواء هذه الهيئة التي ستشكل أو الجهات الحكومية التي سيبقى عليها مسؤولة عن مكافحة ما يوصف بالإرهاب يعني ما صيد لاستياد المعارضة السورية بكل أطيافها تحت مسمى محاربة الإرهاب المسلح صحيح يعني موضوع الإرهاب هو أن النظام قد نجح خلال السنوات الأربع الماضية إلى قلب المعادلات بدأ أولا بإيهام الرأي العام أن الصراع في سوروية هو صراع طبقي أو صراع طائفي وهذا غير صحيح ثم في بعد ذلك أدخل تلك القوى الجهادية طبعا بمؤامرة دولية نحن نقول السوريون يقولون دائما أنها مؤامرة دولية إدخال هؤلاء الجهاديون إلى سوريا لبس التفرقى وتخريب البلاد وفعلا هؤلاء الجهاديون يخربون البلد التحتية في سوريا فإذا كان هناك حل سياسي أي حل سياسي على أنقاض الدمار وعلى أنقاض الخراب الذي حصل في سوريا فإذا أراد الرئيس بشار الأسد أن يخرج من هذه اللعبة أمام المجتمع الدولي طبعا هو هناك تكتيك جديد ربما من قبل روسيا ومن قبل إيران بعد التسويت النووي أن تكون إيران لها دور ناصح للرئيس بشار الأسد إقبل هذه الفرصة الأخيرة بمبادرة ديمستورا بتشكيل هيئة انتقالية ربما تكون هذه الهيئة انتقالية مخرج مؤقت للخروج من هذه الأزمة التي أصبحت من أكبر الأزمات الإنسانية إذن بصراحة أستاذ عقل البهلي وأرجو أن تكون حضرتك لديك الإجابة التي أسعى إليها إجابة واضحة محددة عن معلومات أو عن مراقبة بصراحة ما هو موقف دول مجلس التعاون مما يسمى بالمعارضة السورية المعتادلة في وقت أصبحت هذه من وجهة نظر الخليج ربما الورقة الوحيدة التي يمكنها أن تضغط بها أو تفاوض في قضية سوريا هل ستمنحها الدعم ولا ستتوقف عن التمويل لأن كل دولة لديها مجموعة داخل سوريا تمويلها دون الأخرى بصراحة هذه المسألة طال نقاشها يعني في اعتقادي أنا أنه دول الخليج بالتأكيد حتى دول الخليج الحقيقة عندها أيضا مواقف مختلفة يعني لنكون واضحين بالذات في مسألة القوى على الأرض نعم يعني أحييك وأشكرك على الصراحة نعم عنده نوع من الدعم لفريق لكن أيضا الجميع يتفق بأن المتحدث الرسمي وصاحب الحق القانوني والوطني والشرعي هو الاعتلاد لكن مسألة من على الأرض الحقيقة مو بس الخليج حتى الدول الأخرى لها يعني قوى على الأرض ويعني تدعم بشكل أو بآخر المسألة السؤالة التي طرحتها هل الآن يعني إذا أصبحت الحلول نعم تمدعومة من المجتمع الدولي نعم أن هناك تحكم في مسألة الدعم بالذات الدعم المادي والعسكري سيكون مرهونا بموافقات لوصوله إلى الثوار صحيح أنا في اعتقادي هذا موجود ونحن نتذكر حينما يعني في أول الثورة حينما كانت القوات المعارضة تحقق انتصارات على الأرض جرى يعني ضغوط من الولايات المتحدة تحديدا وأوقفت بعض الدعم عن بعض القوات بس المشكلة أن الجامعة العربية نفسها وقفت دون منح المظلة الشرعية حينما كانت دول خليش تدفع باتجاه استخدام التدخل العسكري بعض الدول الراسخة في المنطقة رفضت هذا التدخل اسمح لي بس قبل أن يتخطاني وقت أن أحصل على رد فعل من الأستاذ سمير نشار أستاذ سمير هل تعولون على الدول التي سمت نفسها أصدقاء سوريا في بداية الثورة في وقت واضح أن الجميع لديه مصالح لا أقول أنه يلعب عليها بميكافلية بس لديه مصالح هذا أمر واقع حتى الآن مجلس التعاون الخليجي وتركيا هي من الدول المخلصة والمؤيدة للثورة السورية ومرتبطة عضويا ومصلحيا بالثورة السورية وتؤيد مطلب السوريين بتنحي بشار الأسد عن السلطة حتى الآن هذا هو الموقف بالنسبة لتركيا وبالنسبة لمجلس التعاون الخليجي ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وربما دول الاتحاد الأوروبية لديها رأي آخر نتيجة التوافقات الإقليمية والدولية التي بدأت تتحقق بعد الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هذه التحولات في منطقة الشرق الأوسط هي نتاج هذا الاتفاق الذي يترك تداعياته على المنطقة وعلى الثورة السورية طبعا أنا أقدر أن هذا النقاش تري ويمكن أن يمتد لوقت أطول بالتأكيد ستكون لنا نقاشات مختلفة حول جوانبه المختلفة أيضا أشكر ضيوفي جميعا من أسطنبول سيد سامير نشار عضو الاتلاف الوطني السوري المعارض رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق كذلك جزيل الشكر إلى جناف إلى الأستاذ نبي حسامي الكاتب الصحفي المختص بشؤون الأمم المتحدة شكرا أستاذ نبي وشكرا للأستاذ عقل البهلي من الرياض الكاتب والإعلامي شكرا جزيلا لكم العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا عشر 2015 شهر عشر 2015 إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية في مصر الحكومة الجزائرية تتعهد بوضع حلول جادة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتقلل من خطورتها على مستقبل البلاد أينما تكون الأحداث تكون بي بي سي نقدم الأخبار بلغات أكثر من أي مؤسسة أعلمية أخرى أحد أكبر مراكز تواجد الخبرات الصحفية في العالم صحفيون منتشرون في دول عددها يفوق المؤسسات الإخبارية الدولية من تحت صقف واحد نخاطب العالم بـ 27 لغة ونضيف بعضا محليا على الأحداث العالمية هذه هي غرفة أخبار العالم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الجدول الزمنية الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة تلك الانتخابات التي من المقرر أن تأتي بأول برلمان في مصر منذ أكثر من ثلاثة أعوام كما أنها تمثل الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي جرى الإعلان عنها عاقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي الإعلان خرج عن الجدول الزمني للانتخابات بعد قوانين عدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحتفظ بصلاحيات السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان كيف ستعامل البرلمان المقبل مع هذه القوانين وما مدى استعداد الأحزاب والساحة السياسية بأكملها لتلك الانتخابات التي طال انتظارها وتجري عملية الانتخاب في دوائرها خارج جمهورية مصر العربية يومي السبت والأحد الموافقين سبعتاشر وتمنتاشر عشر 2015 شهر عشر 2015 وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومي الأحد والإثنين الموافقين تمنتاشر وتسعتاشر عشرة ألفين وخمستاشر ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أحمد السجيني عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أهلا وسهلا بك وفي الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو العنين مشكورا برغم ظرف خاص انضم إلينا وافق على الانضمام إلينا اليوم شكرا لك أستاذ محمد وأهلا بك في الستوديو بداية هي من ضيفي في الستوديو أستاذ محمد رئيس حزب الإصلاح والتنمية في أبرز رد فعلا على الإعلان اليوم بإعلان الموعيد من قبل اللجنة عليا انتخابات قال أنه هذا أبلغ رد على المشاككين في عدم وجود رغبة حقيقية لدى النظام بإجراء الانتخابات البرلمانية مرحلة الأخيرة من المرحلة الانتقالية وخريطة الطريق أعلن عنها بالفعل اليوم ما المشكلة المشكلة الحقيقية أنه لا يمكن النظر الانتخابات البرلمان إلا في السياق العام في الحالة العامة التي يعيشها المجتمع المصري أنت تتحدثي عن عامين الآن منذ 2013 وحتى الآن هناك حالة عامة نعم هناك إنجاز لمشروع الدستور نعم هناك ما يسمى انتخابات رئاسية قد أجريت وجاءت بالرئيس الحالي ولكن في النهاية نصوص هذا الدستور رغم محتواه من نصوص جيدة وحاملة وحاملة للحقوق والحريات إلا أنها في نهاية المطاف هي عبارة عن أنتيك عن شيء جميل تم وضعه في التلاجة مجمل التشريعات التي صدرت منذ 2013 وحتى الآن هي تشريعات تناهض أو تتناهض في المجمل مع ما ورد في هذا الدستور إذا نظرتي إلى التشريع الخاص بقانون مكافحة الإرهاب وهو أحد القوانين التي صدرت مؤخرا نجد أنها مجرد أن تنشئ موقع على شبكة الإنترنت أنت تتعرض للمسائلة القانونية ولأحكام مجحفة أنت تتحدث عن مصادرة للحياة السياسية بشكل عام عن تهميش وإقصاء للأحزاب السياسية عن قانون للبرلمان لا يسمح للأحزاب السياسية التي هي في النهاية عندما تتحدث عن انتخابات البرلمان هي زروة العمل السياسي في أي مجتمع الحكومات لا تتشكل فقط من الأغلبية داخل البرلمانات تفضل الأول خلينا نبدأ من المبدأ اللي حضرتك بدأت به أن الفترة التي أرجع فيها الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية كان فيها أحداث من بين هذه الأحداث هو سؤالي الأول لأستاذ أحمد السجيني أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك قيادات حزب الوفد تحديدا تتحدث عن ضرورة الالتفاف حول المشروع الوطني وعن أن ذلك البرلمان الجديد ينبغي أن يكون هو البداية الحقيقية لممارسة حياة حزبية قويمة المشكلة أن حتى الإعلان عن هذا البرلمان منذ 30 يونيو حتى اليوم صدرت عدة قرارات على يد رئيس الدولة باعتباره قائما بأعمال الهيئة التشريعية تراها أحزاب وأفراد وهيئات وممارسون للسياسة على أنها قرارات كان من المفترض أن يصدرها البرلمان أو على الأقل يكملها المشرع الأول خلينا نتناقش في النقطة المبدئية لو سمحت بسم الله الرحمن الرحيم أبحييكي وبحيي ضيفك الكريم وأنا أتفك مع بعض ما قالوا وأختلف في جزء مما قالوا إحنا عشان نحلل الأمر وبرضو هاخد من كلامه بعيدا عن الصياق العام الذي تعيش في مصر أعتقد أن إحنا مش هنكون في مرحلة دقة هنا إحنا في مرحلة انتقالية الفترة شاهدت أحداث كثيرة عندنا تحديات أمنية عندنا تحديات اقتصادية طبعا في تشكو كبير جدا في مدى قناعة الدولة بفكرة الحكومة الاقتلافية أو الحكومة مش مجرد حكومة أغلبية من المستقلين ولكن فكرة الأحزاب قناعتها بالأحزاب إحنا طبعا عندنا تخوف كثير جدا ولكن برضو ما نقدرش نترك الأمر يعني على عياته ولا ننظم أمور حياتنا يعني النهاردة أنا عايز أعمل موقع إلكتروني زي ما ضيفك الكريم تفضل اللي يضر أن أنا يبقى عندي نظام وأحترم الدولة وأرجع إلى الدولة وده موجود في كل أنحاء العالم فإذا الإطلاق الأمور يعني نحن نطلق الأمر كده بشكل عام لا أنا هتوقف أمام هي فكرة الضيفية يا أستاذي الفاضل فكرة الضيفية بس قبل أن تضخط هذه النقطة اسمح لي فكرة الضيف هي أنه لا ضير من وجود قوانين طالما أن المشرع المختص بذلك والتوافق المجتمعي في مجلس الشعب أو في الهيئة البرلمانية في أي دولة يوافق عليها إلا في حالة أنه هناك حالة من الأحكام العرفية أو قوانين للطوارئ وبالتالي البرلمان الذي حضرتك تتشكك في أنه سيفسح مجالا لحكومة الاقتلافية أو اتخاذ القرار الاقتلافي على الرغم من ذلك حزب الوفد مصمم على خوض الانتخابات على أي أساس طيب لا طبعا حزب الوفد هو أمين التراث الوطني في مصر ولا يستطيع أن ينسح من الانتخابات من يقول أن مثل هذا الكلام لا يدرك مسئولية المرحلة التي نحن فيها لا نحن مكملين وفي وقت وإحنا مدركين لخطورة المرحلة وبالتالي يعني إحنا زي ما بيقولوا بالبلد إحنا مفوتين حاجات كتيرة لكن في نفس الوقت عينينا على المصلحة الوطنية بمعنى أنه عرضا إحنا في قوانين كثيرة أطلقت فيها خلال الفترة وصدرت من المشرع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت طيما وفي برلمان هيتشكل والبرلمان بيعطي الصلاحية لأعضاؤه أنه هما يطلبوا أي قانون للمناقشة وممكن نعدل هذه القوانين سواء كان قانون التظاهر أو قانون الإرهاب يعني أصدأ أقول هذه ليست كتب مقدسة هذه قوانين يمكن أن نعدلها في أي وقت ممكن نقطة غاية في الأهمية أنا سأعود لحضرتك للسؤال عن الحاجات الكثيرة التي أنتم فوتينها إذا كان بمحض إراداتكم أو مرغمين فكر شوية بس في الإجابة لو سمحت وسأعود إلى حضرتك بعد دقائق سيد محمد أبو العنين ما تدير أنه في حالة وجود برلمان الهيئة التشريعية العريقة مفترض في مصر وفصل السلطات التنفيذية عن التشريعية عن القضائية تناقش كل القوانين التي صدرت من جديد ويعاد نظر فيها يخاطبها المشرع ويكمل فيها أي نقص أو عيب هذه هي المشكلة الجوهرية والرئيسية والتي أعتقد أن هناك تعمد من جانب السلطة في إصدار هذا الكم الهائل من التشريعات وهي تدرك أن هناك نصا دستوريا يحدد 15 يوما لأعضاء الهيئة التشريعية الجديدة لمناقشة ما يمكن إجماله ب339 قانون كل قانون صدر ربما تزيد عدد مواده عن 50 مادة وهذه هي الطامة الكبرى هناك طامة كبرى أخرى تتكون من أو تتشكل من أن هذا البرلمان في الأساس وفقا للقانون الذي تم سنه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في غياب هيئة تشريعية منتخبة هذا القانون هو قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات هذا القانون نص على تشكيل البرلمان من 426 عضو منتخبين بنظام الانتخاب الفردي نظام الانتخاب الفردي يعني ما فيش كتلة برلمانية محددة وصلبة داخل البرلمان يمكن الاتفاق من خلالها على تمرير هذه البشرعات هناك طلاء كثيرة ستقدم نفسها باعتبارها كتلة نيابية في هذه الانتخابات القادمة كتلة كثيرة تنضوي تحتها أحزاب من بينها حتى بعض الأحزاب المدنية يعني ما سمعته أنا هو تحيا مصر ومن أجل مصر وهناك أكثر من كتلة وبالتالي هل هذه مشكلة أن تكون هناك كتل صح مش قانونا هي كتلة لكن لديها برنامج واحد هناك فرق ما بين الكتلة البرلمانية التي تتشكل من مجموعة من الأحزاب السياسية التي يمكن أن تتوافق حول قضايا فرعية وما بين أن نتحدث عن حزب سياسي له كتلة برلمانية الحزب السياسي للكتلة البرلمانية في النهاية يمكن أن يتوافق على تمرير تشريع معين يتوافق مع نهاية ويمكن أن يشكل الحكومة في النهاية نحن أمام برلمان سيكون برلمان مجزأ ومفتت واحتمالات أن يكون هذا البرلمان موالي لهذه السلطة هو الاحتمال الأكبر لماذا؟ لأنك تمنع الأحزاب السياسية في النهاية من أن تتواجد داقل هذا البرلمان من سيكون لديه القدرة على الإنفاق سوى أصحاب العصبيات القبلية سوى من يتمتعون بعلاقات مع العائلات القوية وأصحاب النفوذ وأصحاب رؤوس الأموال وهي ستعيد تكرار نفس السيناريو الذي حدث في 2010 والذي كان أحد الأسباب الذي أوصل الناس إلى ما حدث في 2011 سيكون الانتخابات قبل 2011 قبل الثورة 25 يناير طيب أستاذ أحمد السجيني مسألة التوافق من عدمه أو الموافقة على الشكل الجديد الذي مفترض أعلنت عنه مواعيد هذه الانتخابات يرتكز أساسا على نظرية شرير هو أن الأحزاب التي ستدخل هذا البرلمان ببرامج محددة هي مرغمة على القبول بهذا الشكل لكي تكون جزء من الحياة البرلمانية وإلا لفظت باعتبارها غير مقدرة للوضع الذي فيه الدولة ومحاربة الإرهاب إلى آخر لائحة الاتهامات التي توجه إلى المعارضين بحسب ما هم يقولون يعني شوفي طبعا زي ما قلت حضرتك هو فيه نقاط نقد كثيرة ولكن خلونا نرى الجزء الطيب والإيجابي من المشهد نعم نحن على مشارف استحقاق ثالث وأخير من خريط الطريق مصر أنجزت العديد من المشروعات والوعود التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة اللي فاتت مصر استطاعت أن تتجاوز أمور كثيرة جدا في نسجها الاجتماعي نحن عايشين فيها ولمسينها ونحن في كل يوم في مشاكل حياتية آه عندنا مشاكل حياتية عندنا مشاكل في المحليات عندنا مشاكل في مشاريعنا الاقتصادية نحن عايزين برلمان نحن كأحزاب ندينا بأن القوائم تزداد وتكون في حدود 50% وليس بهذا الشكل وتقدمنا بهذه الطلبات لكن كان في أحزاب أيضا أخرى موجودة في المجتمع المصري وموجودة في الحياة السياسية المصرية كان لها رأي آخر صدر القانون بهذا الشكل لدينا في خلال أسابيع انتخابات برلمانية بتشرف عليها هيئة قضائية جليلة يمكن حضرتك لو شفت الأعضاء يعني أثنين من نواب رئيس محكمة النقد ويمكن دي آخر هيئة قضائية تشرف عن انتخابات وفقا للدستور ولكن يا أستاذ أحمد الوفد تحديدا الوفد تحديدا كحزب عريق لديه موقف من الأحزاب الدينية مثلا أو المشكلة على أساس ديني أو التي لها علاقة بالإسلام السياسي وما زلنا متمسكين من هذا الموقف هذا إقصاء يا سيدي الفاضي حضرتك تتحدث عن أنه البرلمانية بغى أن يكون منوعا وحكومة اقتلافية وبالتالي أنتم تمارسون الإقصاء الذي تشتكون منه لا بس ليه إقصاء إحنا عندنا موقف معلن أن إحنا مش مؤمنين بأن يكون فيه أحزاب دينية في الحياة السياسية يعني يعني وعنينا من هذا الأمر فده مش إقصاء وحزب النور أعلن في أكثر من موقف أنه هو حزب مجديني ده شأنه فإحنا ده رأيه وإحنا بنقول لكن خلينا نتكلم عن العملية السياسية في حد ذاته إحنا دخلين في القوائم عندنا حتى تاريخه ووفقا قرار الهيئة العليا الأخير إحنا متحالفين مع قائمة في حب مصر مع عدد من الأحزاب وعدد من الشخصيات المستقلة إحنا الفردي بتاعنا بننصق على أكبر عدد ممكن من الفردي في المقاعد الفردية القماشة اللي موجودة عندنا لابد أن إحنا نأخذها في الاعتبار إحنا قعدنا بنعاني من ممارسات طوال 60 عام في الشارع ده أفرز عن نوع من أنواع الناخب أنت مرتزمة بيه ونوع من أنواع المرشح أنت أيضا بتحاولي أن تجودي فيه فبالتالي إحنا محتاجين أن إحنا نوائم ما بين الواقع وما بين تطلعات وأمال المصريين يعني شكرا على الكلمة السحرية فكرة الموائمة أستاذ محمد أبو العنين يعني القماشة التي تحدث عنها ضيفي الأستاذ أحمد السجيني واضح أن الأحزاب المدنية التي ترى نفسها معارضة في هذا التوقيت بصراحة يعني جربت تفصلها كل شيء ولم تستطع ترميها يعني عدم المشاركة في الانتخابات أو مقاطعة الانتخابات كما أعلنت أكثر من جهة هل هذا حل؟ ليس حلا ولكن ما هو يعني لا يمكن أن نناقش القضية بمعزل عن الأجواء العامة قلت لك أن هناك أخطاء ارتكبت من جانب القوى السياسية على القوى السياسية إيجاد حل في إطار ما هو قائم يعني إذا تحدثت عن انتخابات برلمانية في الفترة القادمة نحن نتحدث عن مجموعة من التشريعات التي أقصت الأحزاب السياسية يعني في أي مجتمع المعارضة والسلطة يعني هما الذان يشكلان في نهاية المطاف القوى السياسية داخل أي مجتمع اسأليني عن مجموعة التشريعات التي صدرت في الفترة الأخرانية من تشاور مع من القوى السياسية كلها قالت أننا رفضنا ما حدث حتى الأستاذ الفاضل تحدث عن رفضهم لعدد من التشريعات التي صدرت في الفترة الأخرانية بس الفكرة أنه حين دخلنا في النقاش القانوني حول هذه القوانين كان معنى المستشارة هني جبالي مثلا على سبيل المثال تحدثت عن أنه نحن في وضع استثنائي لأنه فيه إرهاب وبالتالي طبعا رأس الدولة من حقه أن يصدر هذا التشريع الفكرة أستاذ محمد هي إذا كان هناك طعن في دستورية قانون التظاهر من جانب الأستاذ خالد علي وغيره وطعن في دستورية القانون الأخير القانون الإرهاب الحل هو أن تدخل البرلمان وتحاول إصلاح القوانين المعيبة من وجهة نظرك ولا تقاطع هذه الانتخابات باعتبارك أصلا غير موافقة على العملية السياسية برمتها ربما يكون هناك حلول أخرى حول تكتل هذه الأحزاب السياسية في محاولة الضغط على النظام القائم لتغيير مجمل هذه الأوضاع أنا أعتقد أن دخول في العملية السياسية في هذه الأجواء لن تفرز في النهاية إلا ما نتحدث عنه من برلمان طيع في يد السلطة وهو بصراحة هل حضرتك متفائل أن الأحزاب المدنية الطيار المدني الطيار الذي يرفض المشهد العام يمكنه أن يتوحد بالتجارب السابقة هناك حالة من حالات كما قلت إقصاء وتهميش للقوى المدنية بشكل عام تحدثي أو انظري إلى رئيس الدولة عندما يتحدث عن المدنيين عندما يتحدث عن المدنيين يتحدث عن أن ومقارنتهم بالعسكريين مثلا فهو يطالب المدنيين بأنهم يصحوا الساعة 8 الصبح أو الساعة 7 الصبح زي العسكريين وكأننا في مخيم أو في معسكر مطلوب من الجميع أن يتطاب أنا في تقديري أن تشكيل البرلمان بهذه الطريقة والذهاب إلى انتخابات بهذه الطريقة سيترتب عليها في نهاية المطاف أن تأتي ببرلمان عاجز عن اتخاذ أي قرارات في النهاية سيكون يد طيعة في يد السلطة وستحدث المفارقة التي حدثت في الصابق أن سيكون هناك جاب ما بين طموحات الناس وأملهم ورغبتهم في التغيير وغضبهم حيال التشريعات الموجودة حاليا وما بين ما يقوم به البرلمان ومولئة السلطة هذا يقودني إلى سؤال يعني برضو قد يبدو شريرا بصوب صراحة سؤال صريح يا أستاذ أحمد السجيني الوفد لعب على مدار التاريخ دور الحزب المعارض إلا حينما ترأسه يعني البطل من غوار سعد زغلول وكان يقوده هو حكومة في أكثر من حقبة الفكرة هي هل يعتبر الوفد نفسه اليوم بخوضه هذه الانتخابات في صف المعارضة ولا في صف المشروع الوطني بصراحة أكثر في صف النظام يعني كي نتوقع منكم الأداء البرلماني حينما تنجحون تفضل شوفي أقولي سيادتك حاجة الوفد عمره ما هيكون في صف النظام الوفد الأحزاب وده يدعوني أن أنا أسأل ضيفي الكريم هل هو مؤمن بأن الأحزاب جزء من النظام أم جزء من الدولة طبعا الأحزاب هي جزء من الدولة والوفد هو في صف المشروع الوطني ومن أسأل شيء أن إحنا بكرة الصبح نقاطع ولكن المقاطعة ليست هي الحل يعني إحنا أنا انتطرقتي عليه سؤال طيب جدا هل هذا رأي شخصي من حضرتك ولا من قيادات الوفد لأنه الرسائل التي يرسلها الوفد حتى عن طريق جريداته يتحدث فيها عن أنه الجيش يعمل بالتفويد الذي منحه الشعب السيسي ويطالب القوة والأحزاب كافة لالتفاف حول المشروع الوطني هذا خطاب نظام ليس خطاب معارض لا لا هقول لي حضرتك حاجة أنا لما يبقى عندي أنا يبقى عندي وأنا بكلم حضرتك النهاردة فيه أخواتنا وولدنا بيموتوا بعمل إرهابي مجرم لابد أن إحنا لا نستثني هذا الأمر لما يبقى عندي وأنا بكلم حضرتك النهاردة مشاكل في الصرف الصحي مشاكل كبيرة جدا في الصرف الصحي وفي المحليات تؤرق المواطن ويعاني منها يوميا يبقى لابد أن إحنا نتكلم ونقول أن هذا أمر استثنائي لا فيه مشروع وطني لا يمكن إخفاله ويجب علينا جميعا إحنا مش وقفين وراء النظام ولا وراء رئيس والرئيس عبدالفتاح السيسي مع احترامي لما بيجي يخاطب المواطن بيقول يا مصريين لا بيقول يا مدني ولا بيقول يا عسكري بيقول يا مصريين إحنا بص يا سيدتي إحنا كنا من سنتين على شفاء حفرات من حرب أهلية الشعب كله متأسم كنا من سنتين مش عارفين نمشي في الشوارع ونخشى أن يتم اختطافنا لا بد أن نضع الأمور في النصابة الصحية نحن على مشارف انتخابات برلمانية لدينا انتقادات ولدينا تحفظات على بعض الأمور ولكن هذه التحفظات وهذه الانتقادات يتم حلها بالمشاركة وبالجهاد في سبيل تحسين الوضع وليس بالمقاطع أو النقد السمي إذن المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية هو جل ما تحدث عنه الأستاذ أحمد السجيني عضو الهيئة العليا لحزب الوفد من القاهرة شكرا جزيلا لك وأكرر شكري مرة أخرى لكاتب الصحفية الأستاذ محمد أبو العنين ممتنة جدا لوجودك أستاذ محمد شكرا جزيلا لك الوضع الاقتصادي الجزائري ليس بالسودوية المثارة والأزمة غير مؤثرة على المستقبل هذا موقف واضح أطلقه رئيس الحكومة الجزائرية عبد الملك سلال خلال اجتماع ضم الوزراء والمحافظين لبحث أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد هذه التحديات هي حصاد أعوام عدة لكنها اتضحت بشدة في عقاب التراجع الحاد لأسعار النفط الذي يمثل مصدر الموارد الرئيس في الجزائر المعارضة من جانب آخر تتهم الحكومة بإصدار تقارير ومؤشرات غير صحيحة بشأن الوضع الاقتصادي والحكومة تنفي ما هي الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي على الدولة التعامل معها فورا وهل تقوم الحكومة فعلا بدورها في هذا الشأن رأي كاريتها كبيرة من شعب الجزائر يقع البيطر ولاده درق حنايا الآن زمال كنا ما تكلوش عليه الاقتصاد ولاده كما تكلوش يغل على البيطرول يخي من الزمان هضرنا عليه البيطرول يجي نار وينيش فقاع يروح جو ببيطرول كما قالوا يجي وقت وين البيطرول يحبس يخلاص وش رحنا لك لازم مناهي بروديكسون ناسيونال لازم مناهي إنتاج وطني وحنا ما عدناش إنتاج وطني نعم أطر فينا كمواطني خصوصا في القدرة الشرائية للمواطني الجزائري هذا راجع لانخفاض أسعار البترول والدينار الجزائري خصوصا أن الجزائر الآن تعيش وضع ممتأزم لذا فعلى الجزائر إيجاد حلول ومقترحات من أجل تقليص الواردات والنهوض بالاقتصاد الوطني في استوديو ينضم إليه الأستاذ آدم العيناني الإعلامي والناشط السياسي الجزائري أهلا وسهلا بك أستاذ آدم تصريحات رئيس الوزراء كانت واضحة هو قال أن الهدف الرئيسي للحكومة الأولوية في هذا التوقيت هو تأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادي ويشير إلى أن السبب هو السبب المعروف في المنطقة انهيار أسعار النفط وبالتالي المورد الرئيسي الجزائر ما المشكلة لدى المعارضة؟ المعارضة لها مشكلة المشكلة لشعب الجزائري مع تدهور أسعار البترول لكن أولا أقول أن السلال جاء متأخر جدا في التصريحات لكن خير من لا شيء لكن يجب قولي الحقيقة أن الجزائر ليس في حالة كارثية كما يتصورها البعض لا نذهب إلى الاستذانة في العامين أو الثلاثة المقبلين إن شاء الله لكن الحالة ليست كارثية الحالة هي مستقرة نوان ما في الجزائر لكن بعض المعارضين هي المعارضة طبعا هذا شيء طبيعي والحكومة أيضا لها لا تقول الحقيقة في بعض الأحيان هذا خطير أن المعارضة ذهبت في أقصى اتهاماتها إن الحكومة غير أمينة في إصال المعلومة يعني افترضت فيها تشويه الحقيقة عن عمد وهذا اتهام خطير اتهام بالتدليس يعني الاتهامات متبادلة بين المعارضة والحكومة في أي بلد ما كان هذه طبيعة النظام وطبيعة السياسة وطبيعة المعارضة لكن أنا أتكلم عن الحقيقة ما يدور السعر النفط الآن تدهر جدا ولكن الخبراء يقولون أن عودة سعر النفط سترتفع سنة 2017 لن ننسى السياسات الخارجية والإقليمية وما يحدث في إفريقيا والعالم العربي لكن ما يقال عن الجزائر هناك طاقة بديلة الطاقة الشمسية هناك الأراضي هناك صناعات هناك شباب نثقف جدا يستطيع الخروج من هذه الأزمة هي ليست أزمة هي بوادر أزمة بوادر أزمة فقط لكن الديون ليست لنا ديون الاحتياطي هو 159 مليار دولار يعني هناك وقت للرجوع البعض يذهب أنه ربما سيناريو الثمانينيات لن يتكرر بسبب نقطة دي تحديدا أنه هذه المرة هناك احتياطي مسترد هذا الاحتياطي يعني يكفي الجزائر مؤونة أن تواجه هي هذه الأزمة مرة أخرى بس القضية أن هناك إجراءات اتخذت بالفعل من بينها تقليص الحكومة المركزية المخصصات الممنوحة للمحليات وعلى هذا دار الاجتماع اليوم إلى أي مدى هذا مؤثر على المواطن الجزائري بعيدا عن الأحزاب والجداول الانتخابية وكل هذه الجلبة بشأنها هي في الحقيقة هي لابد أن يتم عبر آلية واضحة من الحكومة آلية واضحة للتقشف صراحة هو تقشف لأنه لو كان هي القضية كترشيد الدعم ترشيد الدعم مهم جدا قبل ترشيد النفقات ترشيد الدعم هو يعني الدعم يجب أن يذهب للناس الفقراء لأن هناك طبقات في الجزائر هناك أغنياء هناك طبقة متوسطة هناك طبقة تحت المتوسطة لأن هناك دعم للجميع وهذا يعني بس هكومة تنفي أنها رفعت التمويل عن الدعم تنفي ذلك خاصة الحكومة مش مشكلة إذن الحكومة قالوا أنه ليس لم يرفع الدعم عن أي فرق بين الدعم والنفقات هم لم ينكروا أنهم يعني ربما يقلصون من النفقات الممنوحة للمحليات هذه نقطة أخرى بس حينما يجري التحدث من قبل المعارضة عن أنه هناك رفع للدعم عن المواطن وهو في الطبقتين ما تحت المتوسطة والفقيرة التي حضرتك تتحدث عنها الحكومة تنفي تقول أنها لم تمس بهذه الشريحة أنا أظن أن هناك قضية إقصاء بين المعارضة والحكومة في هذه الأمور غير ثقة يعني وهذه عدم ثقة موجودة في الجزائر منذ سنين الآن ولكن الخبراء الاقتصاديين لهم رأي آخر بما أنا أظن أن البترول هو 80% من مدخول الجزائري الصادرات الجزائرية هي نستورد هناك 40 ألف مستورد هناك ألف مصدر هذا مدخل ممتاز للترحيب بضيفي الخبير الاقتصادي الذي انضم إلينا من الجزائر الدكتور فارس مصدور دكتور فارس أهلا وسهلا بك أزمة المحروقات في المنطقة وحتى ربما ينظر إليها لأنها أزمة ربما ترقى إلى مستوى العالمية خلال فترة وجيزة إلى أي مدى أثرت على الخلاف المحتدم بين الحكومة وبين المعارضة بشأن السياسات الاقتصادية والله الآن برز الإشكال الأكبر وهو أننا لم نتمكن من أن نستغل تلك الفوائض المالية التي حققناها طيلت أكثر من 15 سنة في تطوير اقتصاد خارج خطاع المحروقات وهذا هو الخطر الأكبر أننا عجزنا تماما رغم ما جنيناه من أموال أكثر من 800 مليار دولار في 15 سنة ويمكن أن يصل المبلغ إلى حدود الألف ومائة مليار دولار لو أن هذه الأموال كانت في دولة من الدول التي ترشد نفقاتها وترشد قراراتها الاقتصادية ما بقينا اقتصادا يعتمد فقط على برميل النفط الذي يعتبر القنبلة الموقوطة لاقتصاد كالاقتصاد الجزائري لديك القطاع السياحي القطاع الفلاحي قطاعان قويان في البلد يمكن أن يكون أدتان فعالتان لإخراج الجزائر من وحدوية المورد وهذا هو الخطر نحن من جنينا على أنفسنا نحن من ضيعنا تلك الأموال والفوائض المالية التي حققت ويدك أو كتاوفك نفخ دكتور للتاو كنت أتحدث مع ضيفي ربما حضرتك لم تستمع إلى هذا الجزء من الحوار عن ضمان أن لا تتكرر أزمة الثمانينيات مرة أخرى وذهبنا إلى الحديث عن أن توافر الاحتياطات المالية ربما هو ضمان بس هل هو وحده كافي أو يغني عن السياسات التقشفية إذا ما ارتأت الحكومة أنها مهمة أو ضرورية؟ نتعجب من الحكومة التي تدعو إلى التقشف بشكل يؤثر على الطبق الشعبي الفقير خاصة ولا تتكلم عن الرشادة والعقلانية ومكافحة الفساد أنت تعلمين جيدا بأن الفساد قد ينخر في جسد أي اقتصاد مهما كان اقتصادا قوي ولن تنفع تلك المليارات التي جنيناها لذلك عوض أن تتكلم الحكومة عن التقشف ننصحها بأن تتكلم عن مكافحة قوية للفساد يمكن أن نلجأ وزارة لمكافحة الفساد لأن الفساد عندنا ليس ظاهرة بسيطة إنما هي ظاهرة مركبة بشكل كبير وكبير جدا الجانب الثاني نحتاج إلى خطة استراتيجية لا تفكر لاقتصاد بخمس سنوات لدينا الخطط الخماسية والناس تخطط لخمسين سنة يعني ما الذي جعل الاقتصاد التركي يسير هذه الخطوات القوية جدا رغم أنه ليس لديهم الموارد التي عندنا لذلك نقول إن الخطأ هو خطأ استراتيجي من البداية ولا بد من الحكومة أن ترجع لعلمائها وخبرائها من أجل أن يخطط لها لخمسين سنة لاحقا قبل أن نعود إلى الحلول البديلة مرة أخرى عودوا لضيفي في الستوديو أستاذ آدم في حالة غياب الثقة التي حضرتك تفضلت وترحتها هل تعتقد أن اجتماع اليوم قد يصفر عن وصول اتفاق سواء الاستراتيجية فيما يتعلق بالمحليات أو لإقناع القوى السياسية فيما هو مقبل بالقبول بالسياسات التقشفية التي برضو حضرتك سميتها تقشفية أنا أقول أن هناك غياب لإرادة سياسية فعالة أصلا الأخ تكلم عن الفساد يجب أن نخرج بآلية لمحاربة الفساد آلية هي مليارات الدولارات تذهب من الفساد فقط لا عليك نهيك الضرائب والتهريب وكذا 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 أنا أقول أن الاجتماعات التي فيها الحكومة الآن غير مجدية حقيقة لأنه يجب الدخول فيما قاله الأخ يجب الحوار مع العلماء والخبراء وحتى المعارضة عدم الإقصاء أحد والكلام مع الجميع ونتحاور ونخرج بطريقة للخروج من الأزمة الحالية لأنها هي بوادر أزمة كما أقول ليست كارثة طيب القضية الأخرى التي عدروني أريد أن أنقشها قبل أن يتخطاني الوقت مع الدكتور فارس هي قضية السوق البديل الموازية السوق السوداء هذه قضية حضرتك أفرطت لها مساحات كتبت عنها مقالات خلال الأعوام الفائتة إلى أي مدى هذه المشكلة مشكلة السوق السوداء في الجزائر تؤثر على أي قرارات مستقبلية أو قد تكون عائقا دون أن هذه السوق الموازية تمضي في طريقها هي وكأن هناك فعلا سوق أخرى غير معنية خالص ولا بسيسات الحكومة ولا بمقترحات الخبراء ولا بموافقة المعارضة في الجزائر يوجد اقتصادان اقتصاد رسمي واقتصاد خفي أو الاقتصاد الأسود أو السوق السوداء كما تسمينها وبالتالي الحكومة لم تقم بإجراءات قوية تجعل هؤلاء الذين يعيشون في الخفاء يخرجون إلى العلن أنا قلت من قبل لقد تصالحنا مع الإرهاب فلماذا لا نتصالح مع الطبقة الاقتصادية ورجال الأعمال الذين يشتغلون في الخفاء وندعوهم إلى مصالحة اقتصادية حقيقية ما لا يخفى على الناس أن الاقتصاد الخفي يدور ما لا يقل عن 3500 مليار دينار يعني أموال طائلة هذا الذي أعلنته الحكومة الأموال أكبر بكثير مما يتخيل حتى رئيس الوزراء طيب أنا طبعا أعتذر أنه مضطرة لإيقاف الحديث هنا على الرغم من أنه حديث شيق للغاية لكن وقتي للأسف دهامني شكرا جزيلا للخبيل الاقتصادية دكتور فارس مصدور من الجزائر وشكرا جزيلا لضيفي في الستوديو الأساد أدم العيناني الإعلامي والناشط السياسي الجزائري شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لحضراتكم على طيب المتابعة غدا نلقاكم في السادسة بتوقيتي جرونتش إلى اللقاء اشتركوا في القناة